نادي الأهل النهاردة في رأيي ريكاردو سوارش إلق بعد مباراة بيرامدز إلق إلق من إيه؟ هقولك إلق من إيه؟ إلق من فكرة أنه هيصمم على ربعة اتنين تلاتة واحد هيصمم على الضغط العالي ويقدر يخطف الكرة بسرعة وتفاصيل كتيرة كان عملها في مباراة في يوتشن ونجح فيها لما فشلت أو تعصرت في مباراة بيرامدز هو إلق ووضح جدا أنه سمع النصيح اتقلوا إلعب بتلاتة في النص حيث تلاتة اللي في النص دول هما مصدر قوتنا أليو ديانج وعمل السلية وحمدي فتحي إلعب بتلاتة في النص ورغم التلاتة اللي في النص اللي لعبوا كل حاجة هيتغلط هقولك ليه؟ تصوري تحليلي يعني النصوارش ما كانتش مقتنع ومؤمن جدا بالطريقة أو بالخطة أو بالتشكيل يتلعب بين النهاردة هو كان بالنصيح وعشان هو مش مقتنع مية في المية ما قدرش يدير الموضوع كويس ما قدرش عشان أنا نفسي مش مقتنع مية في المية لا أنا يعني من الآخر كيه بحاول لأخش في عقله أنا حاولت أعمل اللي انتوا عارفينه أنا لسه ما حفزتش الفرقة لسه ما حفزتش اللاعبين فلما أسمع النصيحة من الجهاز المعون يقول ليعمل كده وكده ممكن يبقوا صح ودي مباراة ماينفعش خطر فيها مباراة بيرميند حسيت إن أنا اللعيبة مش فاهماني أو مش فاهمت طريقة بتاعتي أو التكتيج بتاعي فبلاش في مباراة نهاية كاس أغير بس أنا لو مكانه لا أصمم على أفكاري أصمم على طريقتي عشان حدا ما تديش إحاء لللاعبين وللجماهير إن أنا مش بسك في القراراتي إن أنا شخصيتي ممكن ما تبقاش قواية مية في المية ومرة أخرى ومرة ألف لازم التعامل مع السوارش في الفترة دي يكون التعامل له علاقة بالانتباعات إحنا عندنا انتباع على السوارش مثلا بيشك ممكن مدرب بيبقى متفاوض في المستوى من مباراة المباراة ممكن مدرب لسه بيحفظ ممكن بس أبدا ماينفعش تقوم على مدرب بعد أربع خمس مباراات خاصة خاصة أركز في دي إنه من الخمس مباراات بترويجيتو الجونا دول مباراتين فيه تلت مباراة لعبهم هم مع أقوى تلت فرق في الكرة المصرية دلوقتي مع الأهلي اللي هم مين؟ فيوتشر والبيرامد والزمالك ده بس يعني هو راجل جاي يقول مساء الخير بسم الله الرحمن الرحيم أنا مدير فاني الجديد النادي الأهلي بيلعب مع أقوى تلت فرق بينفسه فيوتشر بيرامد والزمالك فلسه هو لسه إذا بيقوله إيه هو بيلعب مع الفرق دي وهو لسه بيفهم الفرق الفرق بتاعته فجأة لقى نفسه قدام الكبار فالنهاردة رأيي جمهين نادي الزمالك تفرح وتهلل وتنبسط للصبح بفوص فريق عبكاس مصر غم كل الظروف الصعبة اللي مر بيها نادي الزمالك بس مهم جدا في نفس التوقيت إن جماهين النادي الأهلي ما تهدش المعبد الأهلي ده والفرق دي اللي لسه كذبانة بطلات أفراقيا اللي لسه وصلة لبرونزية كاس العالم اللي عملت إنجازات عظيمة بفترة قليلة جدا نفس الفرقة نفس الفرقة فصبرا جميلا الأهلي اللي خاصل النهاردة كاس مصر ما زال لديه كاس مصر عن الموسم الحالي 2021-2022 ما زال ينافس على الدوري الممتاز وعنده دوري أبطال أفراقيا كمان فالأمور لابد أن تكون هادئة في النادي الأهلي عشان حسيت إنه النهاردة الجمهير تلقي باللوم في كل اتجاه على الإدارة وعلى الجهاز الفني وعلى لعب لعب باسمه لا هي الحياة كده هي الحياة كده أنا متفاهم جدا جدا إنه طبيعة النادي الأهلي وجميع النادي الأهلي وطبيعة الفريق الكبير بشكل عام أنا عايز أخذ كل البطلات طول الوقت بس هو الواقع بيقوله إن ده ما بيحصلش بنفعش في أي حتة في الدنيا في العالم كل فتتحمل الهزيمة تتحملها زي ما بتفرح بالانتصار ترجمة نانسي قنقر